اشتركوا في القناة مناطق بنجوين كويسنجاق ورانيا وهي المناطق التي تنتشر فيها الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة ولا يعرف إذا ما كانت هناك نية لشن عملية عسكرية برية حتى الآن إذ إن الاتفاق المبرم بين طهران وحكومة بغداد يقضي بخروج المعارضين الإيرانيين الأكراد قبل التاسع من شهر أيلول الجاري وسبق أن هددت إيران بتدخل عسكري واستئناف الهجمات الصاروخية في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق المذكور رافضة مقترحة تمديد المهلة وهذا يعني أن الأيام القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لهذا الملف وخصوصا أن هناك معوقات أمام خروج المعارضين الإيرانيين بهذه السرعة لأسباب تتعلق بالمكان الذي سينتقلون إليه والمخاوف من اعتقال قياديين فيهم وتسليمهم لطهران وكذلك الموقف الأمريكي الذي لا يزال مبهما من هذا الاتفاق حكومة السوداني تحاول أن تظهر نفسها عبر الاتفاق بأنها مستقلة القرار عقب تصريح مستشار السوداني هشام الركابي بأن بغداد ستمنع وجود أي جماعات مسلحة تهدد أمن وسلامة دول الجوار وعند هذه النقطة تحديدا تستذكر المطالب التركية المتكررة بإخراج ميليشيا بيكاكا المصنف إرهابيا من العراق ولسيما من سنجار والتعامل معها كما تعاملت مع مجاهدي خلق الإيرانية إلا أن حكومات بغداد لطالما تجاهلت هذه المطالب وعلى العكس تماما تدعم ميليشيا بيكاكا التي ترتبط بميليشيا الحشد ارتباطا وثيقا الازدواجية في التعامل مع المخاطر التي تهدد الدول الجوار تؤكد أن الحكومات المتعاقبة في بغداد تفتقر القرار الذاتي وتثبت بأنها مجرد أداة يتحكم بها النظام الإيراني ويحركها كيفما شاء ترجمة نانسي قنقر